حماية إلى صغارها في الحياة البرية وحتى لدى البشر نحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نشاهد معا بعضا من أقوى المشاهد التي تم تصويرها لهذه الحيوانات وهي تدافع عن صغارها من هجمات الحيوانات المفترسة لكن قبل البدء لا تنسى للشراك في القناة والإعجاب بالمقطع فهذا هو أكبر دعم تقدمه لنا هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ أم الحمار الوحشي تحمي صغيرها من هجمات الأسد يعتبر الحمار الوحشي واحدا من الحيوانات التي تستطيع المعيشة في الأماكن الحارة والجافة لكن من المعروف أن هذا الحيوان قادر على توفير الأمان والحماية إلى صغاره بكل سهولة على سبيل المثال في هذا المقطع كان هذا الأسد يحاول الهجوم على هذا الحمار الوحشي ولكن على الفور قامت الأم بإنقاذ صغيرها في مشهد بطولي للغاية من المعروف أن الحمار الوحشي لديه قوة كبيرة جدا في تسديد الضربات بالأقدام يستطيع من خلالها تحطيم فك التمساح كما هو واضح في هذه الصور التي تم التقاطها لهم أم دب الكسلان تقاتل النمر يتراوح وزن الدب ما بين 200 إلى 300 رطل بينما وزن النمر يتراوح ما بين 500 إلى 660 رطلا هذا يعني أن النمر سوف يستطيع الفوز بكل سهولة لكن ما حدث في هذا المقطع يثبت العكس تماما حيث قام النمر بالهجوم على صغير حيوان هذه الفصيلة لكن أم هذا الدب الصغير كانت قادرة على الهجوم على النمر بكل شجاعة وقوة في إحدى حدائق الهند وكما هو واضح في هذا المشهد استطاع الدب تحقيق الفوز في النهاية على النمر الخطير أم الخنزير الصغير تحمي صغارها من التمساح يقال أن وزنه يمكن أن يصل إلى 220 رطلا وهو قادر على الجري بسرعة كبيرة جدا كما أن له القدرة على إلحاق الأضرار الكبيرة بالحيوانات المفترسة وبالصيادين كذلك وكذلك قادر على استخدام هذه القوة بكل سهولة عندما يهجم أي حيوان مفترس على أي من صغاره وكما هو واضح في هذا المشهد كان الخنزير قادرا على ضرب النمر بقوة كبيرة جدا وهذا المشهد الآخر كانت فيه أم الخنزير قادرة على تسديد الضربات القوية في فك هذا التمساح الخطير والذي كان يشكل خطرا وتهديدا كبيرا على حياة صغارها قرد ينقذ قردا صغيرا من البئر يقول الكثير من العلماء أن القرد يتشبه في العديد من الصفات والتصرفات والسلوكيات مع الإنسان حيث إنه كما هو واضح في هذا المشهد كان هذا القرد قادرا على تقبيل الصغار بصورة مبهجة للغاية مثل البشر وفي هذا المقطع الرائع قامت أم القرود هذه بعمل هذه الحركات المدهشة التي تساعد على إنقاذ الصغار من داخل البئر بطريقة احترافية وذكية للغاية حتى إنه في النهاية كانت تقبيل